اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فبداية العرض رح يتطرق للجوانب المرتبطة مع الرؤية يعني المفهوم هذا اللي هو الاستثمار الاجتماعي وارتباطه مع جوانب الرؤية اخر السمات العالمية للاستثمار الاجتماعي المسؤولية والاستثمار الاجتماعي في تشريعات الحوكمة محليا تحديات الاستثمار المسمول مجتمعيا في السلطنة من خلال هذه التحديات حاولنا استخلاص تحديات كلية وتحديات جزئية بعد ذلك يعني تطرقنا الى مواطن التكامل والتقاطع مع برامج البرامج الوطنية للرؤية بعدين رحنا للمقترحات واقترحنا ثنين نماذج ممكن الخروج بهم اما النموذج رقم واحد او النموذج رقم اثنين وبالاضافة الى مقترحات نهاية عامة للورقة في البداية يعني الرؤية هي الاساس في موضوع المسؤولية الاجتماعية وبالفعل الرؤية من خلال مكوناتها يعني فيه جوانب كثيرة مرتبطة بهذا المفهوم مثلا الاولوية الوطنية الرفاه والحماية الاجتماعية يعني من خلال توجهها الاستراتيجي ووجد في صدر وثيقة الرؤية يعني اشارة واضحة الى البرامج المسؤولية الاجتماعية والمساهمات التطوعية تحت مظلة هذه الاولوية ايضا الاولوية الاخرى اللي هي القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي يعني جاء من ضمنها قطاع خاص ممكن وتنافسي يقود الاقتصاد ويراعي الابعاد الاجتماعية ومؤشر هام اشارت له هذه الاولوية ممكن يقيس مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ولها علاقة مباشرة مع عنوان هذه الورقة طبعا تنمية المحافظات وكان فيه ارتباط واضح من يعني التوجهات الاستراتيجية لهذه الاولوية بعد ذلك يعني رحنا للبرامج الاستراتيجية رحنا للمستوى التنفيذي اللي هو الخطة الخمسية العاشرة اللي هي الخطة التنفيذية الاولى للرؤية وجدنا ان تقريبا من 430 برنامج تقريبا فيه 10 برامج لها علاقة مباشرة بالمسؤولية الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي لكن الموقف التنفيذي للخطة لا يزال يعني مش واضح بالنسبة لنا اول برنامج اللي هو حوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية اطاره الزمني من 2021 إلى 2025 الجهة المسؤولة عن هذا البرنامج وزارة التنمية الاجتماعية فيه عناصر لا تخرج عن الاطار اللي نتكلم عنه تقريبا محتاجة فقط تنفيذ يعني البرنامج الثاني تعزيز وتمكين دور الشراكة المجتمعية ايضا هذا برنامج موجود ضمن الخطة الخمسية وفيه برامج لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمسؤولية الاجتماعية تتضمنها المجلد المشترك للخطة الخمسية العاشرة اذا الرؤية كان فيه جوانب ارتباط الخطة التنفيذية لها اشارت بكل وضوح الى ان هناك برامج موجودة للمسؤولية الاجتماعية فاذا فيه اهتمام واضح من قبل التخطيط في موضوع المسؤولية الاجتماعية ولم يغفل هذا الجانب الجانب الآخر ما هو الاطار العام للاستثمار الاجتماعي اطلعت تقريبا على عشر تجارب لشركات داخل السلطنة وجدت ان الاطار لا يخرج عن هذا الكلام الارضية هي رؤية المؤسسة رؤية عمان عشرين اربعين اهداف التنمية المستدامة عشرين ثلاثين السياق الاقتصادي والاجتماعي آليات العمل مورورلس لا يخرج عن هذه الارضيات او الاطر اللي ممكن اي شركة تتبنى برامج استثمار اجتماعي وتعتمد او تتكع على هذه الجوانب هذا طبعا اهداف التنمية المستدامة واشار لها المهندس محمد في كلمتها الرائعة وايضا نروح الى يعني جزء اخر من الورقة اللي هو السمات العالمية هل احنا في اطار السمات العالمية للاستثمار الاجتماعي او احنا بعيد عن هذا الجانب اعتمدت على ثلاث مصادر البنك الدولي اللي هي صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص اعتمدت على تقرير ودراسة السنوية للاستثمار الاجتماعي اعتمدت على تجارب بعض الشركات المحلية والعالمية وجدت ان اخر سمة اعتمد عليها الاستثمار الاجتماعي ان الاثر يحقق العايد يعني النظرية التقليدية اللي كانت تتكى على موضوع ان لابد من المفاضلة قبل ادراج اي برنامج اجتماعي لا انتهت بدأت الشركات تقتنع ان الاثر هو محور مهمة المستثمر الاجتماعي الالتزام كمستثمر اجتماعي مسؤول يعني عمود اساسي في الموضوع الاستثمار الاجتماعي يحقق الاثر تراجعت المفاضلة يعني في جانب العايد المالي تراجعت المفاضلة بين الاثر والعايد المالي ايضا صار فيه مقاربة يعني بين سوق الاستثمار الاجتماعي من حيث العوايد والسوق التقليدي لكن اشتركت كل هذه المقارنات في حاجة لهي صعوبة قياس الاثر صعوبة قياس الاثر لازال يعني سمة من سمات الاستثمار الاجتماعي على مستوى العالم هذه يعني السمات ممكن نسقطها على واقعنا المحلي بالفعل نجد ان ما فيه يعني فرق كبير ربما الان الشركات الكبرى صار عندها قناعة في موضوع ان الاستثمار الاجتماعي يحقق العايد والغريب ايضا في الامر ان الاستطلاع اللي عملتها الشبكة هذه تقريبا ثلثي المستجيبين اكدوا ان ما فيه مفاضلة صار عندنا قناعة ان نعمل برامج الاستثمار الاجتماعي وان البرامج هذه هي اللي راح تحقق لنا العوايد المالية يعني على المستوى المتوسط والمستوى البعيد الجانب الاخر من الورقة تطرق الى موضوع يعني التسلسل التشريعي لموضوع الحوكمة وربما المكرم سبقني في هذا الجانب واخذ العديد من الاشارات هنا لكن انا ابدأ ان ما عندنا فراغ تشريعي صراحة في الجانب هذا ميثاق الحوكمة بدأ معانا من تقريبا من عام الفين الفين واثنين كان يسمى ميثاق تنظيم وادارة الشركات المساهمة العامة تدرجنا بعد ذلك وصلنا الى ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة اللي اشار له المكرم اللي هو المبدأ رقم 13 ايضا الشركات الكبرى صارت في اخر عشر سنوات تصدر تقارير عن الاستثمار الاجتماعي وعلى رأس هذه الشركات شركة تنمية نفط عمان اوكيو ايضا الانجي كان لها تجربة رائدة في موضوع ان تكون في ادارة مستقلة لموضوع المسؤولية الاجتماعية وايضا يعني جهاز الاستثمار مؤخرا عمل مبادئ للحوكمة واعتمدها وبدأ في التطبيق والتطبيق رح يرى النور يعني في السنوات القادمة موضوع يعني القرار اللي صدر من هيئة سوق المال وايشار له المكرم ايضا قانون الشركات التجارية وردت فيه مادة اللي هي المادة عشرين تقريبا على الهيئة وضع المبادئ المنظمة للحوكمة تلتزم بها شركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا واللي جاء على اثرها القرار الاخير مال الهيئة وللوزارة اللي هي وزارة التجارة ايضا ملزمة بان تضع مبادئ منظمة لحوكمة الشركات اللي تشرف عليها اللي هي الشركات العائلية تقريبا شركات المساهمة المقفلة والان انا سألت الاخوة في التجارة المثاق هذا او المبادئ هي طور التشريع او طور الاستصدار في المرحلة القادمة ومثل ما اشرت هنا لا يزال اطار حوكمة شركات المساهمة المقفلة في طور الاستصدار التحديات يعني التحديات انا يعني اجملت هذه التحديات وبعدين حاولت اني اصنف هذه التحديات اهم تحدي ازدواجية الاستثمار في الولاية والمحافظة الواحدة يعني نحصل ممكن اربع خمس شركات متبنية برامج استثمار اجتماعي او حتى الحكومة نفسها متبنية بعض الجوانب ونفس المشاريع دوبليكيد 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 ترجع مرة ثانية بشكل او اخر في ورقة علمية وجدتها في 2019 قارنت بين الانجي والشركة الهندية الاسمدة وبالفعل الورقة اثبتت ان البرامج كانت مجدية لكن كان في جانم معين في مسألة تكرار بعض المشاريع في بقعها وفي محيط جقرافي واحد وهذا اكبر تحدي اعتبر من التحديات المهمة اللي مفترض انها تعالج وربما تعالج عن طريق شبكات او مجالس مسؤولية اجتماعية تقام في المحافظات في اطار نظام استطار نظام المحافظات الجديد تعدد نماذج مواثيق مبادئ تطبيق الحوكمة ايضا هذا تحدي اخر ربما احنا في المستقبل ما نحتاج خمسة او ستة من هذه المواثيق نحتاج واحد او اثنين وربما يكون افضل يكون تحت اطار الاستدامة وركائزها الثلاث اللي اشار لها المهندس بدلا من يعني نخصص للشركات المساهمة المقفلة النموذج والشركات لان هذه الشركات معظمها فراح تكون تحت اشراف الهيئة المستقبل المفترض المفترض انها تكون تحت اشراف حيئة سوق المال سواء الشركات اللي منها جهاز الاستثمار او الشركات المقفلة اللي تحت اشراف وزارة التجارة والواقع الان يقول ذلك لان كثير من الهولدين كامبني بدأت الان تروح للسوق فلماذا نبذ الجهد وحوكمه في مرحلة من المراحل لماذا لا نفس الاطار يطبق من البداية ربما يكون فيه بعض التحديات لكن نعطي مراحل زمنية للتنفيذ والتطبيق تواضع استدامة المشروعات هذا ايضا تحدي مهم شريحة كبيرة من الشركات المتوسطة غير منظوية يعني اللي هي شركات العائلية فيه نماذج مشرفة ولكن العديد العديد من الشركات هذه غير منظوية تحت الاستثمار او برامج الاستثمار الاجتماعي مدى القدرة على تطبيق الافصاح والاعتماد على نماذج دقيقة وفنية في موضوع الاستدامة والاستثمار الاجتماعي طبعا هذه التحديات صنفناها هذه تكملة للتحديات واريد اختصر على اساس ما اطول عليكم فيه تحديات تعتبر اكثر تعقيدا احنا مجال الاستثمار الاجتماعي ما نريد فقط يعني تطوعي نريد يساهم في التنويع الاقتصادي نريد يساهم في الشقل الانمائي وايضا نأمل ان يكون وسيلة مهمة يستخدمها المحافظين في يعني تأهيل وتطوير المحافظات والوصول بها الى مراتب عليا من التنمية في المرحلة القادمة فهذه انا اعتبرها من زاوية اقتصادية يعني تحديات مهمة احنا يعني اكثر ما نعاني فيه ان نسبة مساهمة الانشطة غير النفطية يعني اذا انخفض النفط ترتفع واذا النفط يعني هيما تضمحل تقريبا والرؤية واخر تقرير لمتابعة تنفيذ رؤية عمان اشار الى ان نسبة الاستهداف في مساهمة الانشطة غير النفطية القصد هنا ان الـ variable المتقير مال الاستثمار الاجتماعي يكون له وجود في التنويع الاقتصادي في الشقل الانمائي وفي موضوع المحافظات كيف يكون لت انا ما اعول عليه الكثير في مسألة انه يكون هو بالانابة عن الدولة لا لكن في مسألة اذا نشط هذا السوق ممكن العديد من البرامج الانمائية ما تكررها الدولة وما ترصد لها موازنات لا تستخدم في مجالات اخرى الموضوع الاخر اللي هو يعني واشرنا الى هنا الى ان رجعنا للميزانية العامة للدولة وجدنا ان تقريبا الميزانية تاخذ تمول 34% من الانفاق العام طيب خلاص باختصر ان شاء الله وليهمك هم الناس مالين خلاص طبعا مدى استفادة المحافظات هذا استخلاص التحديات على المستهول جزي حصرناها تقريبا في اربع تعدد الجهات والاطر والتشريعات بطأ التطبيق وقلة الالتزام ضعف المتابعة وغياب المؤشرات صعوبة قياس الاثر تذبذب برامج بناء القدرات يوم نحصل شركات تعلم برامج وبعد سنتين ثلاث سنوات تنسى الموضوع وما حد يتابع المهم الحل الآن هي الحلول موجودة رؤية عمان 2040 هي المرجعية مثل ما اشار المهندس يعني عندنا مسرعات عندنا برامج وطنية البرامج الوطنية هذه تقريبا اربعة لكن الان اوضيف برنامج اللي هو البرنامج الوطني للحياد الصفري ما اضفتانا لكن ممكن يكون النموذج اللي نعتمد عليه في الحل هو مواطن التكامل مع هذه البرامج يعني المسؤولية الاجتماعية نحاول نفعلها من خلال هذه المسرعات اذا فعلناها من خلال هذه المسرعات ممكن يكون لنا مكاسب على المستوى الوطني لهذا المفهوم المشكلة في هذا الجانب ان هذه البرامج يعني مثل ما اشرنا هنا التحديات المتوقعة من تبني البرامج الوطنية القائمة للاطار المنتظر للمسؤولية المجتمعية وحوكمة مجال الاستثمار الاجتماعي يتمثل في تركيز نطاق هذه البرامج هذه البرامج الاسكوب فورك مالها واسع جدا والتنسيق الافقي ايضا مش ولابد يعني فاحنا اذا اضفنا ايضا موضوع المسؤولية الاجتماعية ربما يكون عبء اخر على هذه المسرعات وما نحقق نتيجة على المدى المتوسط الحل الاخر انه يعني يكون في برنامج وطني مستقل لهذه وهو انا سميت انا نموذج رقم ثنين يعني اذا كان عندنا برنامج وطني للقيمة المضافة او للمسؤولية الاجتماعية ربما هذا يساعدنا على النهوض بهذا القطاع والوصول به الى مراتب احنا نطمح فيها اي كان النموذج سواء اعتمدنا على نموذج رقم واحد او رقم ثنين احنا نحتاج تنفيذ بعض التوصيات في الشقة الاستراتيجية مهم جدا ان نضع استراتيجية مهم جدا ان تحفيز قيام المجالس المعنية بالمسؤولية الاجتماعية في المحافظات تجنب الازدواجية والمساهمة في تحقيق تمويل رافض لاقتصاد المحافظات في الشقة التعامل والاتصال مخاطبة الشركات والمؤسسات الاقتصادية بلغة واحدة مفهومة لدى الجميع وضع اسس للتشارك والتعامل بين الشركات على اسس الاستثمار الاجتماع المستدام اي ترسيخ التعامل التجاري يعني الشركات اللي ملتزمة ممكن تعظيم التعامل فيما بينها وبالتالي خلق مكاسب جيدة لها على المدى المنظور قيام منصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص هذا يعني توصية مهمة في قطاع التعامل والاتصال الترويج وبناء العلاقات مع المجتمع مهم جدا ان نبرز وهنا استرشد بورقة طلال ابو غزالة في ملتقى العربي الخبراء المسؤولين الاجتماعية عشرين واحد وعشرين اشار الى ان ماذا يمنع ان نروج لهذه الشركات التي تقيم برامج اجتماعية مجدية وملموسة لدى المجتمع فماذا يمنع ان نسخر لها القنوات الاعلامية يعني ونعطيها زخم حتى نشجع الاخرين ان ينقادوا الى نفس الاتجاه بناء محفزات للشركات على اسس الترويج والتسويق لنماذج اعمالها مهم جدا تقريبا الشريحة الاخيرة فاعلية مجالات الاستثمار الاجتماعي يعني ايضا تطبيق مصفوفة فنية استرشادية وتحسين منهجيات وادوات قياس الاثر اللي اعشرنا ان تحدي كان من ضمن التحديات وهنا نسترشد بالمعايير اللي موجودة في الجار جي ار اي اللي هي جلوبال ريبورت انيشيتف هذه المنظمة مهمة جدا في مراجعة معايير التقارير المسؤولية الاجتماعية اللي تعمل على المستوى العالمي ايضا في مؤشر مهم لابد ان نطور نسبة الافصاح للمبادرات البيئية كم نسبتها من نسبة الافصاح الكلي يعطيك ايضا مؤشر ويجب ان تشتغل عليه الشركات اعتماد منهجية قياس العايد على التغذية الراجعة وتقييم زايد تقييم تنافسي مع المنشآت في نفس القطاع ايضا متابعة الهيات والاجهزة الرقابية لموضوع التقارير الاستدامة للشركات اسف جدا على الاطالة وشكرا لكم والله احفظكم اشتركوا في القناة